أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا طرح ألاف الأطنان من السلع التموينية يوميا في جميع محلات البقالة التموينية على مستوى الجمهورية وأنه سوف يتم استكمال كافة السلع خلال الأيام القادمة كما أنه تقرر استمرار صرف حصص شهر أغسطس الحالي حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية إلى أربعة جنيهات وخمسة وعشرين قرشة للمستهلك بداية من شهر سبتمبر المقبل جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء شعب البقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية بغرفة تجارة الأسكندرية اليوم بحضور أحمد الوكير رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية واللواء متحة عبدالله رئيس الإدارة العامة لمباحث التموين